ترجمة القانونية ملاحظات ومسائل في الترجمة القانونية إن الترجمة القانونية من المجالات السهلة الممتنعة فهي تجمع السهولة والصعوبة في آن واحد فهي سهلة لأن لها شكل واحد The same form وأما صعوبتها فتكمن في أن مصطلحاتها محددة وفي هذا الفيديو سأوضح بعض الملاحظات والقواعد والأساسيات المتبعة في الترجمة القانونية أولاً يتميز النص القانوني بطول جمله في اللغة الإنجليزية وهو غير متعارف عليه في جملة اللغة الإنجليزية العامة إذ تمتاز جملة اللغة الإنجليزية عامة بجملها القصيرة ثانياً استخدام شل من الأخطاء التي يرتكبها المترجمون في الترجمة القانونية ترجمة كلمة شل للتعبير عن المستقبل بإضافة سوف أو سل استقبال أو استخدام كلمة يجب للتعبير عن شل ولكن الصحيح أن شل في الترجمة القانونية تترجم إلى فعل مضارع في اللغة العربية أمثلة يتقاضى البنك على مبلغ القرد فائدة بمعدل 9% سنوياً إذن ترجمنا شل شارج إلى يتقاضى مثال آخر ترجمناها إلى يباشر الطرف الثاني واجبات وظيفة سيكلتر رغة أجنبية في مقر الوزارة أو إحدى فروعها فترجمنا شل براكتس إلى يباشر أي استخدمنا فعل مضارع مثال ثالث يدفع الطرف الأول إلى الطرف الثاني بدل سكن فنلاحظ أن شل تعني الإلزام في النصوص القانونية لذلك ترجمت في اللغة العربية إلى فعل مضارع بدلاً من التعبير عن زمن المستقبل وأيضاً من الخطأ أن نترجم شل إلى يجب فشل دائماً متعارف عليها أنها تترجم إلى فعل مضارع فقط ثالثاً مي عندما تعني الجملة منح امتيازات أو حقوق لا نستخدم شلف الجملة وإنما تستخدم مي حتى لا تبدو الامتيازات أو الحقوق لزاماً على الشخص المعني فمثلاً يستحق الطرف الثاني إجازة عادية براتب كامل مقدارها 45 يوماً عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة فنلاحظ أن الاستحقاق هو امتياز وحق للطرف المعني لذلك نترجمها إلى طبعاً ممكن استخدام مي بتعبير أخرى لتعبر عن الحق أو الاستحقاق مثل is entitled to أو has the right to فممكن نقول the second party is entitled to a fully paid annual leave of 35 days of each full year of service مثال آخر تستحق المتعاقدة إجازة وضع براتب كامل مدتها 45 يوماً بما في ذلك أيام العطل الرسمية طبعاً لحتى نعبر عن المتعاقدة بأنها فتاة لأنه طبعاً إجازة الوضع هي للفتاة لذلك نعبر عنها باستخدام كلمة female وذلك لحتى نعطي في النص الإنجليزي بأنها فتاة فنقول the female contracted may have a fully paid for a maternity leave of 45 days including public holidays ممكن كمان استخدام including official holidays طبعاً أيضاً ممكن ترجمتها ترجمت بدل من may have نترجمها ل is entitled فبنقول فبنقول فطبعاً وذلك لبيان الحق أو الامتياز في الحصول على شيء معين وهي هون إجازة الوضع رابعاً hear plus adverb طبعاً مثل hear by hear under hear off hearing hearing after hearing above وهكذا وهكذا طبعاً بنلاقي كثير من الـ adverbs hear plus adverb موجودة باستخدامات القانونية طبعاً وذلك أيضاً غير متعارف عليه في اللغة الإنجليزية بشكل عام يعني ولكن في النصوص القانونية موجودة في كثرة تعني hear هذه الوثيقة أو هذا العقد أو هذه الاتفاقية أو هذا القانون مثلاً حسب شو نوع الوثيقة اللي إحنا بنترجم فيها أو حسب شو النص اللي وارد عنا طبعاً بنضيف لكلمة hear ظروف لحتى تعبر عن معنى معين مثل ما ذكرت على hear under hear off hear in فعندنا مثلاً hear by بتعني بموجب هذا العقد أو بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب هذا القانون أو بموجب هذه المعاهدة مثلاً فأحياناً تترك دون ترجمة بعض الاتفاقيات أو العقود وذلك بسبب عدم التزام بعض المترجمين في ترجمتها فعندنا مثلاً the ministry of education here by permits Mr. Muhammad to practice the profession of teaching يعني نترجمها تجيز وزارة التربية والتعليم بموجب هذه الوثيقة للسيد محمد بممارسة مهنة التعليم نجد بعض المترجمين ممكن لا يترجموا hear by يعني ما يترجموا كلمة hear بس يترجموا كلمة by وحدها فيقولوا مثلاً إن وزارة التربية والتعليم تجيز للسيد محمد بممارسة مهنة التدريس أو مهنة التعليم I hear by have authorized Mr. Muhammad نترجمها إلى قد وكلت بموجب هذه الوثيقة السيد محمد وممكن مثلاً نقول خلص قد وكلت السيد محمد يعني بدون ما نحكي بموجب هذه الوثيقة نجد إنه بعض المترجمين لا يترجموا كلمة hear عنا مثلاً كمان رح نحكي عن hear under فهير under مثلاً تترجم من هذا القانون أو من هذه الوثيقة أو من هذه الاتفاقية عنا hear off بخصوص هذا العقد أو فيما يتعلق بهذا العقد أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو الوثيقة hear in برضه في هذا العقد أو في هذه الوثيقة أو في هذه الاتفاقية hear in after بنقول مثلاً فيما بعد مثلاً hear in after referred to المشارو إليه فيما بعد hear in above فبنحكي أعلاه أو سابقاً أو آنفاً hear with أي المرفق بهذا القانون أو المرفق بهذا العقد أو المرفق بهذه الوثيقة أو الاتفاقية نضيف هذه الظروف الـ adverbs لإكساب النص القانوني صفة لغوية خاصة من الملاحظات الأخرى أيضاً الموجودة في النصوص القانونية the passive voice طبعاً صيغة المبني للمجهول طبعاً إحنا دايماً متعارف عليه كدارسين أو متحدثين للغة الإنجليزية بأنه جملة اللغة الإنجليزية تعتمد اعتماداً أساسياً على صيغة المبني للمجهول يعني لما بدنا صيغة للجملة الإنجليزية بشكل احترافي إذا ما كان الفاعل مهم كثير جداً نتغاضى عنه ونحول الجملة لجملة مبنية للمجهول ولكن في النص القانوني تعتمد على استعمال الactive بدلاً من المبني للمجهول يعني بتعتمد النصوص القانونية على استخدام صيغة المبني للمعلوم بدلاً من استخدام المبني للمجهول ويستثنى من ذلك طبعاً أنه عندما لا يكون الفاعل معروف أو الفاعل غير موجود يعني إحنا مو عرفين مين الفاعل فأكيده إحنا نستخدم صيغة passive اللي هو المبني للمجهول فعندنا مثال مثلاً تدفع الوزارة إلى الطرف الثاني راتباً شهرياً مقداره مثلاً 3000 درهم فبنترجمها إلى فإحنا استخدمنا صيغة المبني للمعلوم وما ترجمناها لمبني للمجهول يعني ما قلنا طبعاً عندنا مثال آخر حرر العقد من أصل وصورة طبعاً هون إحنا ما بنعرف مين الفاعل مين اللي حرر هذا العقد إحنا مو عارفينه لذلك لابد من استخدام المبني للمجهول فبنقول مثلاً The contract has been done in an origin and a copy أو مثلاً ممكن نصيغها ب The contract has been prepared in an origin and a copy فلأنه الفاعل غير معروف استخدمت الفعل المبني للمجهول فتر جمه